السلام عليكم يا احلى متابعين في الدنيا رب دايما انتكونوا بخير النهاردة هعمل شنطة الوسط اللي هي بتاعت البنات مكونة كده من اربع اجزاء معايا كل جزء منهم هنعرف مقاساته وازاي عملنا اول شي الجزء اللي هو الاولاني دوت ده بيكون الضهر بتاعه بيكون عرض 30 سنتي ارتفاع 17 سنتي و 3 سنتي من الناحية التانية الجزء التاني 15 و 8 سنتي و 3 و 5 والجزء التالت 7 سنتي و 20 سنتي و ارتفاع 15 والجزء الاخراني ده زي ما انتم شايفين كده 6 و 7 و 11 طبعا انتم هتوقفوا المقاسات وتاخدوا المقاسات مزبوطة علشان تيجي معاكم زي ما انتم شايفين كده بنفس الرسمة بتاعت كل واحدة منهم انا كده فصلتهم على الخامة بتاعتي من الخامة اللي هي عاملة زي الزبرة كده هبدأ كده ان انا بقى ابدأ في الجزء بتاعي واحدة واحدة الحزام ده بيتباع جهة زي ما انتم شايفين كده بتشتروا وبعد كده بيتحددوا المقاسات وتقسمونه الصين او مثلا جزء قصير وجزء اطول وبعد كده جبت بطانة ويبطنت الاربع اجزاء بتاعي كلهم يعني حطيت مادة لزقة ولزقتهم كده زي ما انتم شايفين علشان التفنيش بتاعي يكون مزبوط معايا هبدأ كده ان انا ابدأ في الخطوات بتاعتي اول حاجة بجيب سستا بيكون طبعا اكبر من المقاس اللي انا محتاجه عشان تكون متزبطة عليها هحط الوش في الوش بتاع السستا وهبدأ كده ان انا اخيط الجزء الاولاني بتاعي الجنب الاولاني كده زي ما انتم شايفين مش مشكلة القفل بتاع السستا بعد كده بنزبطه بقى في المنتصف بعد ما بنخيط كده خلاص عملت الجنب الاولاني مفروض بقى الجنب التاني اللي هو هيكون دوت مفروض اللي فيه كيرف دوت هو ده اللي انا هخيطه مش هخيط من العدل لان ده هيكون الجزء اللي هو بيكون فيه برما كده فيها هيكون رخم شوية وانا بصور لان انا كنت بصور وبخيط في نفس الوقت فكان صعب جدا علي ان انا نزبطه فطبعا هنمشي كده سنة سنة معاه زي ما انتم شايفين ما بين المكنة والسستا اهم شي ان انتم تخلصوها زي ما انتم شفتوا كده هبدأ كده ان انا جيب الجنبين وهخيط الجنبين على السستا من الناحيتين وبعد كده هجيب الجنب اللي هو بتاعي الدهر وهبدأ ان انا خيط بس الاول هحط الجزئين زي ما انتم شايفين كده خيطت اللي هو الحامل بتاعها دوت من جوه وبدأت كده ان انا اضمهم لجوه عشان هخيط عليهم لازم يكونوا جوه علشان ما يفعش يكونوا برا لان احنا منخيطهم هخيط بقى الظهر كله عليها من كل اللي اتجاهات بس اهم شي تكونوا سايبين جزء من السستة مفتوح عشان تقلبوا منها الشنطة بعد كده كده خلاص بعملها الخلاص اخر حاجة بتحتي كده من فوق لو في بقى اي فتل طبعا بتنظفوها كده خيطتها خلاص وخلصتها هبدأ بنا نطلع كل اللي جوه ويقلبها على الوش بتاعها كده معي طبعا البطانة كلها متبطنة زي ما انتم شايفين كده زي ما بطنوها علشان تكون شكلها شبه الجهزة بالزد تبتغب ان انتم كده تزبطوها كلها وبعد كده تجيبوه التالي افر بتاعها وتغفلوه كده زي ما انتم شايفين اللي هي انتم بناشفة كده في الاول بس بعد كده خلاص مع الاستخدام عشان ده طبعا اول استخدام بصوا من جوه شكلها عاملت زي وهي متبطنة فكريتها حلوة جدا وبسيطة مش مكلفة خالص من اي قطع من الجلدة عندكم واي طبطين حرير هتعملوها وهكون شكلها حلو جدا زيها زي الجهزة اتمنى ان الفكرة تكون عجبتكم ياريت بقى اللايك ما تنسوهوش لان ده طبعا بيساعدني انا في رفع الفيديو اتمنى ان الفكرة تكون عجبتكم ما تبخلوش بقى لعيا باللايك والشير والسابسكرايب لو لسه اقوم مرة بالتبعي فعل الاشتراك عشان يوصلك ان شاء الله الجديد مني اول باول اشاكر جدن لیکم من المتوارن نهائيو ما السلامة